بالمناسبة عايز سألك على حاجة بعيد بقى عن الحكام بتاع تلاجل الحكام هنا رأيك ايه في طاقم التحكيم اللي قدر مباراة الأقالي والزماني في الصباح الأفريق انا تكلمت كتير وقلت ان المباراة هي اكبر من المعتز الشلماني الحقيقة وده بان في المباراة يمكن انا عشان خبرتي كحكم لمست ده يعني انا النهاردة الحكم بيبان امتها كريم بيبان بعد اتخاذ كرار صعب هو خد كرار صعب كرار احتساب ركل الجزاء لان القرار نفسه عمل لغط ليه لغط في لعبة في احتمالية وجود ركل الجزاء المفروض حكام الفيديو كانوا يوقفوا اللعب في كرة في نص الملعب اللي يقول المعتز الشلماني انه استنى في احتمالية وجود ركل الجزاء واحنا بنشيق ويوقف اللعب اللي اتطالما كرة في نص الملعب ووقف اللعب واللعب شغل ما فيش مشكلة استدعوه هيطلع يشوف ويرجع يحسب ركل الجزاء لكن الرجل قعد حوالي دقيقة وعشرين ثانية خلت وقت طويل جدا انا هقولك على مفاجأة في اعتقادي ان نادي الزمالك ولعب تعترضوا بشدة على احتساب ركل الجزاء ركل الرجل والجزاء صحيح لكن هم مش فاكرين انه هو خاد قراره على اللعبة دي كانوا فاكرين انه خاد قراره على لعبة حسين الشحات اه مش عارفين النهية دي مش عارفين النهية لانه خاد وقت طويل يعني اللعبة خدت وقت طويل اللعبة راحت وجت راحت وجت وفي النهاية انت بتحسب بعد دقيقة وعشرين دواقت طويل جدا انك التسيب اللعب شغال حوالي ما يقرب من دقيقتين فبالتالي ده كان امر صعب ضربة الجزاء نفسها صحيحة صحيحة مية في المية مية في المية طبعا كان فيه كرة بعدها لنادي الزمالك كانوا بيطالبوا فيها ضرب الجزاء كان ضرب الجزاء انا قلت ده تنافس طبيعي على الكرة النهاردة ما عنديش انا البوينت كونتاكت بتاع عمر كمال هل فيه بوينت كونتاكت صورة جابتلي ان عمر كمال رجله في رأس او في جسم او في جسد لعب ناجل زمالك ده مش موجود بعد كده حصل التحام بدني طفيف جدا جدا ده يرتقي لمستوى لا يرتقي لمستوى ركل الجزاء ده التحام بدني طبيعي جدا انا بشوف انه ما فاش ركل الجزاء لعبين التزموا الى حد كبير في المباراة دي يعني باستثناء اللو اللقطة بتاع الدرب ركل الجزاء عادنا فيه وقت طويل اه طبعا كان فيه التزام ليه اقولك ليه لان المباراة دي تحت اتما زلت كاف المباراة دي لو عندنا بيدرة حكم مصر كان زمان قعد في الاستان بتاع السعودية لحد دلوقتي اصلا اه طبعا اه 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 دي مشكلة مظلت كاف كاف الاندية واللعبين والمدربين ورؤساء الاندية عارفين ان عقوبات كاف جامدة جدا فبالتالي مفيش خروجه عن النص حتى لو لما لعبت الزمانك خرجوا شوية كان فيه يعني في تفكير في الانسحاب هب برجع بسرعة انت هتلاقي هتلاقي الاسبوع اللي جاي انا بقول لكم ممكن تلاقي عقوبات من الكاف على نادي الزمان عشان مجرد فيه مرائب مباراة برا اه لو مرائب بتاعهم بتاع المسابقات والمرائب الامني اعتقد انه ممكن يكون شاف او حاجة بس انا بشوف انها دي يعني ممكن يكون المدرب كان مينادي لللعيبة على اساس يا خليم يلتزم الهدوء لان فيه اثنين تلاتة لعيبة خدوا انذرات فبالتالي ساعة الاعتراض فيه اثنين تلاتة لعيبة خدوا انذرات فيه ناس كانت بالطالة تقول لك ده فيه واحد زق ومش عارف الحاجة صعب جدا يا كريم مع اتخاذ هذا القرار الصعب ساب راكل الجزاء والدوشة اللي بتحصلوا اللعبة دي صعب كمان تطلع لكروة حمراء مبركة بازت لكن انا هنا همشي مع معتز الشالماني لكن معتز بعد احتساب راكل الجزاء مكانش موجود في الملعب شوفنا اعتراض من فرقتين تلاقي لعبت الاهل بتشوحت لعبت الاهل بتروح لوعه وتحط تتكلم معاه في كل قرار لعبت الزمالك نفس الشيء ما بقاش موجود وهو بس يتكلم لا